بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً 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 وسهلاً ومرحباً بأبنائي وبناتي الطلاب والطالبات من أبنائي وبنات الصف الخامس الابتدائي أرحب بكم في مطلع هذا الدرس أجمل أترحيب كما أرحب بزميلي من لغة الإشارة الأستاذ معاذ القرعاوي وإلى بطاقة درسنا لهذا أليه أولاً الصف أو المرحلة الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول المادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وموضوع الدرس هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة والصدقة وإلى أهدافنا التي نسعى لتحقيقها أنا وإياكم بإذن الله تعالى أول هذه الأهداف أن يبين الطالب أو الطالبة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة أن يبين الطالب أو الطالبة معاني الكلمات الواردة في الحديث الشريف أن يستخرج الطالب أو الطالبة ثلاثاً من فوائد الحديث هذه بعض الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها سوياً بإذن الله تعالى ونتعاون في سبيل الوصول إليها بحول الله تعالى وقوته كعدتنا دائماً نبدأ بمراجعة الدرس السابق في الدرس الماضي عرفنا هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد وعرفنا أنه يشرع الفرح في يوم العيد وقرأنا نص الحديث الذي يحدد عيد المسلمين وعرفنا معاني الكلمات وعرفنا التعريف بالراوي هذه بعض الفقرات التي تناولناها في الدرس الماضي فتعالوا نتأكد من ضبطنا لتلك المعلومات كما تشاهدون هنا هنا كما تشاهدون ما شاء الله المسلمون يجتمعون حول هذا الخطيب الذي يلقي خطبة ماذا؟ أحسنتم يلقي خطبة العيد لاحظوا كيف هذا الرجل يلبس المشلح أو البشت والناس ما شاء الله في لباس جميل يحضرون هذه الصلاة لماذا فعلوا ذلك؟ لأنهم يعرفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحب العيد ويلبس جبة خاصة لهذا العيد وليوم الجمعة يلبس الجبة وأيضا انظروا هؤلاء في عيد الأضحى ما شاء الله هذان الولدان يستعدان لأداء هذا النسك وهو الأضحية هديه صلى الله عليه وسلم في العيد من سنته صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد أنه يصلي العيد في المصلى خارج البنيان في ذلك الوقت كان متيسر وإلى الآن موجود بعض المصليات في بلادنا في بعض المناطق وبعض الأحياء توجد مصليات وهي مصليات مكشوفة خارج البنيان يذهب إلى المصلى صلى الله عليه وسلم من طريق ويعود من طريق آخر إذا النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى هذا المصلى هنا من طريق ثم يعود من طريق آخر حتى يعني يشاهد الناس المسلمين وهم يملؤون الطرقات وحتى يلتقي بأكبر عدد من إخواني المسلمين ويسلم عليهم يبدأ بالصلاة قبل الخطبة في يوم الجمعة هناك خطبة وهناك صلاة وكذلك في العيد إذن في يوم الجمعة خطبتان وصلاة وكذلك في العيد لكن الفرق أن الخطبة في يوم الجمعة قبل الصلاة وفي العيد الخطبة ماذا؟ بعد الصلاة الخطبة بعد الصلاة يشرع في هذا اليوم الفرح والسرور وتبادل التهاني والهدايا وكل شيء يدخل السرور على الناس من الأشياء المباحة يشرع في هذا اليوم إذن أيام العيد أيام فرح وسرور يباح فيها الله بما لا يشتمل على محرم ويسن فيها التجمل وأخذ الزينة ولبسوا أحسن الثياب فعن جابر رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة وهي نوع من أجود الثياب يلبسها للعيدين ويوم الجمعة ويوم الجمعة كذلك نحن الآن نشاهد مثلا الوالد أو العام أو الجد أو غير ذلك نشاهد بعضهم يلبسون البشت ويلبسون ملابس الجميلة كذلك نشاهد ما شاء الله الأطفال والبنات الجميع يلبس ملابس جميلة جدا في ذلك اليوم تعبيرا عن اقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وإظهارا منهم للفراح والسرور إذن كم للمسلمين من عيد؟ ولماذا شرع العيد؟ أحسنتم هذا العيد شرع شكرا لله تعالى على هذه النعمة نعمة عيد الفطر يأتي بعد صوم رمضان فنشكر الله أن جعلنا من أهل الإسلام الذين صمنا هذا الشهر وعيد الأضحى يأتي بعد عبادة الحج بعد الوقوف بعرفة والحجاج قد أدوا مناسكهم ولذلك هي شكر لله جل وعلا عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر إذن الله جل وعلا يختار لنا الشيء الأحسن والشيء الأفضل كما اختار الله عز وجل لنا يوم الجمعة لهذه الأمة وهو أفضل أيام الأسبوع وهو خير يوم طلعت عليه الشمس كذلك اختار الله لنا يوم الفطر ويوم الأضحى وهذه نعمة من الله عز وجل وعرفنا في ذلك الدرس أن يومان يلعبون فيهما أي عيدان كانت في الجاهلية من أعياد الجاهلية يظهرون فيها الفرح والسرور والمقصود بيوم الأضحى ويوم الفطر عيد الأضحى وعيد الفطر وعرفنا راوي الحديث وهو من أحسنتم ماذا كان يعمل أو ما الذي اشتهر به أحسنتم هو أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت به أمه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير فقالت هذا خويدمك أنس أو هذا خادمك أنس فكان يعيش عند النبي صلى الله عليه وسلم ويرى من النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق الجميلة وكان يصف لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم وقد لازم النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا عشر سنوات وبما أنه يلازم فيرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم في بيت النبوة عند النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كان أحسن الناس صلاة لماذا؟ لأنه يشاهد المرب الأول صلى الله عليه وسلم يشاهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الصحابة المكثرين لرواية الحديث لملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم إذن وبعد أن راجعنا الدرس الماضي هيا بنا إلى صفحة الفهارس ثم إلى فقرات درس اليوم هذه هي صفحة الفهارس وكما تشاهدون هذا هو درس اليوم هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة والصدقة في صفحة أربع وستين في درس اليوم بإذن الله تعالى سنعرف شيئا من هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة وسنعرف فضل الزكاة والصدقة وسنقرأ نص الحديث ونبين معاني الكلمات ونعرف بعض فوائد الحديث كما سنقوم بحل التقويم وإلى درسنا كي نستفيد ونتعلم ونستمتع بإذن الله تعالى من هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة هذا هو عنوان درسنا لهذا اليوم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سناب في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء لاحظوا هذه الصورة كأنها صورة تعبر عن هذه الآية هنا الذي يتصدق إنما هو يتصدق لنفسه فالخير يرجع إليه والله عز وجل واسع عليم يضاعف لمن يشاء فمن تصدق بصدقة فلا يظن أن ماله نقص وإنما تحل البركة في ماله وإنما تأتيه الخيرات ويحفظه الله جل وعلا بحفظه ولذلك نحرص دائما على هذه الصدقة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع هذه الزكاة من عدة جهات جهة المزكي نفسه جهة المزكي وأيضا في نفس المال المزكى به وأيضا هو صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع هذه الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي المزكي كيف كان يراعيه صلى الله عليه وسلم هذه الزكاة واجبة وهو سيخرجها سيخرجها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم كريم كان يدعو لصاحب الزكاة إذا أتى بزكاته يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم تخيل من الذي يدعو له نبي الله صلى الله عليه وسلم إذن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يدعو له أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يراء المزكي حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أفضل ما عند المزكي من الأموال كلنا عنده أشياء يمتلكها منها الشيء الثمين جدا ومنها الشيء الذي لا يشكل قيمة يعني شيء ليس له قيمة وعندنا الشيء المتوسط فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ هذا الثمين من صاحبه فيحزن عليه أو ربما يجد شيئا في قلبه ولا يأخذ الدني لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يرأي حال المتصدق عليه يرأي حاله ولذلك لا ينبغي أن يعطى الشيء السيء وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأخذ المتوسط تعالوا لكي نتعرف على بعض هذه أو على هذا الهدي أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بأمر الزكاة إذ يرسل من يجمعها ويبين للناس كيفية إخراجها إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الصحابة هذا يذهب جهة المشرب وهذا جهة المغرب وهذا في جهة أخرى حتى يجمع لهؤلاء الفقراء يجمع الزكاة صلى الله عليه وسلم من الأغنياء صدقة تأخذ من الأغنياء وترد على الفقراء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث وفيه فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم لاحظوا الفقير لا تطلب منه هذه الزكاة لماذا؟ لأنه هو من يحتاج من يساعده زكاة الأموال لا تطلب من الفقير لأنه هو من يحتاج من يساعده وإنما تأخذ من الأغنياء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفق بأصحاب بهيمة الأنعام أحيانا يكون عندي شات أو خروف أو شيء من الإبل الغالية الثمن فالنبي صلى الله عليه وسلم يرفق بهم لا يأخذ هذا الشيء الثمين جدا من صاحبه فبالتالي يتضرر هذا الشخص وإنما كان يرفق بهم صلى الله عليه وسلم يعقذ من أوسطها كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له فعن وائل بن حجر رضي الله عنه هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل جاء بناقة حسنى اللهم بارك فيه وفي إبله دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أن الله يبارك له في هذا المال الذي أنفق منه أما النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان هو يتعامل مع هذه الزكاة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأمر بأخذ الزكاة يأخذها لنفسه هل كان يأخذ من الزكاة يأكل من الزكاة أو كان يأكل من الصدقة لا وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه فإن قيل هدية أكل منها وإن قيل صدقة لم يأكل منها وقال لأصحابه كلوا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل من الصدقة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية إذا كان هدية أخذها لا يرد الهدية أما إن كان صدقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكلها تعالوا لكي نقرأ هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذن هذا رجل أعرابي سأأتى النبي صلى الله عليه وسلم ويريد الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال إذن هو يسأل عن شيء عظيم جدا لاحظوا تعبد الله لا تشرك به شيئا هذا الأول وتقيم الصلاة المكتوبة هذا الثاني وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان إذن وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ذلك الرجل فرحا بيسر الإسلام وسهولته يريد عمل هذا الرجل يريد على عمل يدخل الجنة وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال العظيمة لكنها ميسورة سهلة فقال والذي نفسي بيده يقسم بالله لا أزيد على هذا فلما ول ذهب هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعجبه من أراد من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق وأنه يريد أن يطبق هذه الأمور وأنه من أهل الجنة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة بقدر قيمة تمرة ماذا تشكل التمرة شيء يسير من كسب طيب ها لم تكن مسروقة ولا مغصوبة وإنما مال حلال من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه الله يقبلها وإذا قبلها الكريم فليبشر هذا المتصدق وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل الله عز وجل يضاعفها يضاعفها الله عز وجل ينميها الله عز وجل يبارك فيها فتصبح صدقاء هذه الصدقة اليسيرة في نظر صاحبه عظيمة عند الله عز وجل وتعطيه الأجر الكبير الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم تقيم ماذا الصلاة المكتوبة والمقصود بالصلاة المكتوبة الصلاوات الخامس المفروضة هذا الرجل أقسم قال لا أزيد على هذا يعني لا أفعل غير ذلك يعني سأتمسك بهذه الأمور وأركز عليه ولا أفعل غيرها من تصدق بعدل تمرة أي بما يعادل قيمة التمرة يعني شيء يسير يربيها لصاحبها فإن الله عز وجل يربيها أو لصاحبه أن ينميها له ويضاعف أجرها فلوه هو المهر وهو الفرس الصغير تعرفون الخيل والحصان المهر هي الفرس الصغيرة الفرس الصغيرة تعرفون أصحابه يهتمون بها ويراعونها ويمشطونها ويطعمونها ويعالجونها يهتمون بها اعتماما شديدا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الله يهتم بصدقة هذا المتصدق ويربيها وينميها له كما يربي أحدنا هذا الفرس أو المهر الصغيرة فوعد الحديث أهمية الزكاة وفضلها العظيم ومكانتها في الإسلام انظروا قرنت بالعبادة وبالصلاة وبالأمور المهمة العظيمة أيضا من محاسن الإسلام فرض الزكاة تحقيقا للتكافل بين الأغنياء والفقراء الغني يعطف على الفقير يمد يده إلى الفقير ويساعده يطعم هذا الفقير من ما آتاه الله جل وعلا إذن لا يكون أننيا الغني لا يكون أننيا في ديننا لا يكون بخيلا وإنما يكون منفقا مساعدا لغيره من تصدق بصدقة قليلة خالصة من مال الحلال خالية من الرياء والسمعة فإن الله يضائف أضعفا كثيرا مهم جدا في هذا المال الذي نتصدق به أن يكون مالا حلالا نحن نتعلم هذه الأمور لماذا؟ لكي نعمل فأنا أشارك أسرتي في إخراج الزكاة إلى مستحقها إذن ربما أعرف شخصا محتاجا من أصدقائي أدل أهلي عليه ربما الوالد أو والدتي يعطونني مالا لكي أطيه شخصا مستحقا أتعاون معهم أحرص على الصدقة للفقراء والمساكين ولو بالقليل أستنبطه مع مجموعة ثلاثا من فوائد إخراج الزكاة لمستحقها عرفنا هذه الفوائد الأجر من الله جل وعلا مساعدة الفقراء والمحتاجين تدل على أن صاحبها ليس به شح أو بخل إذن أمور كثيرة وهي من أسباب دخول الجنة من أسباب دخول الجنة سبب في دخول الجنة تعزيز أيضا العلاقات الإيجابية بين أفراد المجتمع حصول الخير والبركة في المال وصلنا إلى التقويم أكتبوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة عرفنا قبل قليل أنه كان يرفق بأصحاب بهمة الأنعام كان يدعو لهم بالبركة لا يأكل صلى الله عليه وسلم من الزكاة أو الصدقة أذكر فائدة أذكر فائدة إخراج الزكاة ماذا نستفيد من إخراج الزكاة؟ إحسنتم إذن تحقيقا للتكافل بين الأغنياء والفقراء إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا شكرا لكم ألقاكم بإذن الله تعالى في درس قادم بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم